بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في بداية سورة الممتحنة السورة المباركة التي جاءت تبين لنا أصنافا وأشكالا من الامتحانات ليست فقط تلك التي تعرض لها حاطب وأبي بلتع أو إبراهيم عليه السلام ومن معه أو المؤمنات اللواتي هاجرنا بدينهن من مكة إلى المدينة بل تأتي معها وفي ثنايا الحديث عنها بعشرات الصور والمواقف التي يمكن أن تواجه أي واحد مننا اليوم فرد مجتمع أمة أمة دول ليضع لنا القرآن كعادته الأطر التي تمثل الإجابات عن هذه الأسئلة وذكرنا ونذكر دوما أن السورة وهي تقدم لنا أشكالا من الأسئلة مع إجاباتها ليست تحدي فيها لإبحث عن إجابة وليست المسألة أنك لا تعرف الإجابة الصحيحة إشكالية الخطيرة أنك ستصطدم وستمر بتحديات عميقة قد تجعل منك وتحول بينك وبين الإجابة الصحيحة عن تلك الأسئلة المختلفة السؤال أمامك والإجابة الصحيحة أمام عينيك ورغم ذلك تشعر أن تلك التحديات قد كبلت حركتك في الإجابة الصحيحة تقدير الموقف واتخاذ القرار الصح وواحدة من أعظم تلك التحديات التي قدمتها السورة المباركة الأرحام والأولاد أبناؤنا وأهلونا وأقرب الناس وأحب الناس إلينا قد يقفون دون الوصول إلى تلك الإجابات الصحيحة بسبب طبيعة الظروف والضغوط التي يمكن أن تمارس على الإنسان من قبل هؤلاء الناس الذين قد تشعر في لحظة أو في أخرى أنهم قد تملكوا مشاعرك وأحاسيسك وكبلوا قدرتك على الاتخاذ والسير في الاتجاه الصحيح قرآن في السورة المباركة جاء كعادته يضع الأمور في نصابها ويقضى الإنسان من غفلته ويرفع تلك الغشاوات التي يمكن أن تأتي إلي فيتخبط في رؤيته ونظرته وتقديره للأمور ما زلنا في الآية الأولى من السورة المباركة التي جاء فيها النهي صريحا عن موالات الذين كانوا عدوا لله وكذلك للمؤمنين وقد يحاول البعض تزييف حقائق القرآن وقيمه واجتزاء آياته ليدلل أو يبرهن على أن القرآن العظيم وحاشى للقرآن أن يكون كذلك جاء ليؤسس مبادئ الكراهي والقطيع بين الشعوب حاشى للقرآن أن يكون هكذا وسنأتي على هذه المعاني العظيمة المعجزة التي جاءت تبين وتؤكد أن النهي عن موالات أعداء الله إنما هي طريقة سلمية ضاربة في السلم والأمن لأجل تحقيق مصلحة عامة لكل شعوب الأرض وأمم الأرض ينعم فيها الجميع بالكرامة الإنسانية والعدالة الإنسانية والحرية الإنسانية وقدرة الإنسان على أن يزاول ما يؤمن به بمنتهى المسؤولية والشجاعة حفاظ على هذه القيم يشكل قيمة الإنسان ووجود الإنسان الحقيقي على الأرض القرآن حين نهى عن موالات أعداء الله إنما أراد من هذه الشعوب وأمم الأرض أن تتبنى طريقة سلمية في رد المعتدين عن عدوانهم وغيهم وظلمهم وطغيانهم وذكرنا في المرة السابقة ونذكر أن ثلة من المفسدين في الأرض في كل زمان وبيئة ومكان تجدهم يصرون على ظلمهم وبغيهم وفسادهم ويرغمون شعوب الأرض وأمم الأرض على أن تخضع وتدين لمبادئهم الفاسدة وأحكامهم الجائرة وقيمهم الفارغة والقرآن العظيم في النهي عن موالات هؤلاء وتحويلهم من دائرة العداوة القائمة على الأسس والقيم وليس على شخصنة القضية إنما يريد من المجتمع العالمي أن يمارس هذه الطريقة السلمية لأجل رد كيد هؤلاء وعدوانهم وحماية العام والأغلبية التي قد تكون في بعض الأحيان صامتة حماية هؤلاء جميعا من طغيان وفساد هؤلاء أنت حين تترك ثلة المفسدين في الأرض يباشرون فسادهم وينشرون انحرافاتهم ماذا تتوقع أن يعمى الأرض؟ الخير أم الشر والفساد؟ فجاء بهذه الوسيلة السلمية العظيمة كوسيلة يقدمها لشعوب الأرض وأمم الأرض التي تريد أن تحافظ على كرمة الإنسان وصيانة حقوقه أنكم لا توالون هؤلاء ولا تدخلون معهم في تحالفات ولا تنقون إليهم بأسباب المودة ذاك أن كل هذه الوسائل العملية تقوي جانبهم وتعزز فسادهم وترسخ ذلك الفساد والشر الذي يأبى إلا أن يعمى البشرية أجمع تدبر معي في عظمة القرآن وسيلة سلمية وها أنا وأنت نرى ونشهد في كل يوم على الرغم من محاولة كثير من مؤسسات المجتمعات المدنية بما فيها الأمم المتحدة محاولات لحماية حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ورغم كل ذلك ما زالت إن تلك المؤسسات تحت عدوان وطغيان ثل من المفسدين أمسكوا بزمام الأمور في كل شيء والقرآن يقدم لك هذه الوسيلة مهما بلغت قوتهم وسطوتهم وجبروتهم وتكبرهم إياك أن تخضع لهم إياك أن تواليهم إياك أن تؤيدهم إياك أن تناصرهم هذه معنى الموالاة الموالاة مناصرة وتأييد سواء كان ذلك التأييد بقول أو صمت أو فعل أو مشابة أو أن تفتح لهم أبواب مجتمعاتك لأجل أن يبثوا فيها سمومهم وفسادهم وانحرافهم هذا كل هذا يدخل تحت ذلك وهنا جاء القرآن العظيم رابطاً بين السبب في ذلك الأمر الإله العظيم وذاك التشريع وبين الأسباب والنتائج إن أنت خالفت ذلك التشريع هذا عظمة القرآن وإعجاز القرآن على الرغم من أننا نعلم جميعاً أن هذه التشريعات العظيمة جاءت من رب ملك قدوس سلام مهيم عزيز جبار متكبر خبير بما نعمل لطيف بنوايانا وخبير بها وأعمالنا وهو سبحانه جل جلاله إن أمر ينبغي أن يطاع وإنها فينبغي أن يجتنب ما قد نهاء ورغم كل ذلك تدبر معي في الطريقة والإسلوب التي يأتي بها القرآن العظيم لأجل أن يجعل من ذلك التكليف محطة الاهتمام محطة العناية محطة الحماية ويدرك البشر أن مصلحتهم العاجلة والكذلك المتأخرة الدنيوية والأخروية العاجلة والآجلة في اتباع هذه التشريعات وليس في منهضتها ولا في محاولة تمييعها ولا في محاولة تأويلها تأويلا فاسدا يخرج بها وينحرف بها عما أراد الله لها أن تكون هذه عظمة القرآن العظيم أراد أن يبين للبشر في مختلف العصور والأزمنة أن عدم اتباع هذه الأوامر الإلهية سيؤدي إلى هذه المآلات التي ذكرها في السورة المباركة رابطا ما بين الفعل ومآلاته وما بين النهي وتجاوز ذلك النهي وما سيؤول إليه من فساد ونتائج كارفية لن تقف كارفيتها عند حدود أولئك الأفراد الذين ناهضوا ذلك التشريع بل ستمتد لتشمل كل أولئك الذين خضعوا لأولئك المفسدين في الأرض قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وذكرنا في المرة السابقة كل مفرد في كتاب الله لها معنى ومقصد تلقون إليهم معبرا وراسما بالكلمة والحرف الصورة التي كان عليها الموقف الموقف الذي هو سبب وصورة للنزول هذه الآيات المباركة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تلقون على عجل ودون تمهل ودون استحضار لمآلات ما تفعلون في ذلك الموقف ليقدم لي ولك قاعدة عظيمة إياك أن تسيء تقدير الموقف الذي أنت فيه إياك أن تسيء في تقدير الموقف بمعنى آخر حين تأتي على موقف معين تمهل ولا تتخذ القرار على عجل ولا تنظر إلى زاوية في الموضوع دون أن تنظر إلى بقية الزوايا تلقون إليهم بالمودة دون تمهل ودون روية ودون تفكر ودون نظر وموازنة بين المصالح والمفاسد قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق وذكرنا في المرة السابقة ونذكر المسألة ليست مسألة كفر الاعتقاد القرآن يحدثني عن كفر العمل عن عداوة دينية هؤلاء رغم أن ما جاءكم به من رسالة القرآن هو الحق ولا حق سواه إلا أنهم كفروا به ولم يكتفوا بذلك ولكنهم على الرغم من أنهم أهل الباطل ودعاة الباطل وحمات الباطل وأنصار الباطل والكذب والافتراء إلا أنهم أرادوا أن يخرسوا ويسكتوا أصوات أهل الحق وأتباعي يخرجون الرسول وإياكم بمعنى آخر بلغ بهم العدوان وذكرنا في المرة السابقة أن مشتقات الكلمة عدوي وعدوكم تأتي معها العدوان والعدوان تجاوز الظلم البغي والاعتداء على الآخرين بلغ بهم الأمر من شدة بغضهم وعداوتهم لكم ولدينكم لأن تلك العداوة ما كانت عداوة شخصية ولا عداوة لشخصكم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة فما الذي قلب ذلك الحب إلى كراهية وبغضاء وعداوة بل وإسراف في تلك العداوة ورسوخ قدم في تلك العداوة ما الذي غير الأمور الدين الحق تدبر معي هما كانوا يكرهون شخص النبي صلى الله عليه وسلم قدر كراهيتهم لذلك الدين والنور الذي جاء معه الحق الذي نزل به وبعث به وأرسل به قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم بلغت عداوتهم إلى الحد الذي أخرجوكم من أوطانكم ودياركم وأموالكم وما تركوا لكم أي شكل من أشكال المساحة لأجل أن تمارس ما تؤمنون به أنه هو الحق وهذه على فكرة دأب الفساد وعادت المفسدين في الأرض أرأيت حين لا تنهى عن فساد في الأرض أي شكل من أشكال الفساد هذا الشدوذ والعياذ بالله على سبيل المثال شدوذ في بداياته وفي تاريخيته هو كان يصنف مرض من أمراض النفس وعلل في علم النفس في الطب النفسي ثم إذا بهؤلاء ثلّة عدد بسيط من هؤلاء المفسدين في الأرض أصحاب الباطل إذا بهم يبدأوا بعمليات الترويج لفسادهم وانحرافهم الأخلاقي ومرضهم الحلقة التي جاءت بعدها أنه نزع من دائرة الأمراض النفسية والسلوكية الحلقة التي جاءت بعدها أنه أصبح في شكل من أشكال التقبل ولو على المستوى البسيط في بعض المجتمعات هل اكتفى هؤلاء المفسدون وهؤلاء من المنحرفين بهذا القدر؟ أبد أبداً ماذا فعلوا؟ امتدوا إلى الحلقة الأبعد ما هي الحلقة الأبعد المطالبة بحقوقهم؟ الحلقة التي بعدها ما هي؟ المطالبة بالمساواة حلقة التي بعدها المطالبة بنشر فسادهم الحلقة التي بعدها اعتبار أن ذلك الشذود والانحراف والفساد هو الطبيعة والمساواة بينه وبين الشيء الطبيعي الفطري الذي خلق الله الناس عليه خلق الزوجين الذكر والأنثى وإذا بأيديهم الماكر الفاسد الحاقدة تمتد إلى كل مؤسسة في مجتمعات العالم بأسره ودوله لتخضع العالم الأغلبية الطبيعية الفطرية التي ترى أن الزوجية هي أساس من أسس الفطرة في العالم وفي الطبيعة وفي الخلق وفي الكون وفي الإنسان أخضعوهم لفسادهم وانحرافهم وأمراضهم ويروجون لا بل أصبح الأمر وامتد الأمر لحد الساعة أن يعتبروا أن كل من يناهضهم في فسادهم وانحرافهم عدو ليس لهم ولانحرافهم وإنما للبشرية وللحرية وللمساواة وللعدالة وهذا محض التخلف والرجعية ماذا بعد ذلك؟ قوانين ممكن أن تصدر بشأن أي شيء بشأن من يخالف هذا الرأي وهذا الشذود والانحراف فأعلم جيداً وهذا مجرد مثال بسيط يطول الكلام والحديث فيه اعلم جيداً أن الفساد لا يقبل مطلقاً بالبقاء في دائرة مغلقة أو صغيرة أنت واهم إن تصورت أنك حين تترك الفساد هكذا فسيرضى ذلك الفساد بالبقاء في دائرة ضيقة مغلقة ويتركك أنت وشأنك تفعل ما تشاء مطلقاً واقع الأمر أن طبيعة الفساد الاستشراء والانتشار أرأيت والعياذ بالله المرض الخبيث أو ما يطلق عليه السرطان هذا لا يبقى الخلية السرطانية لا تبقى في مكانها هي لو بقيت في مكانها وما استمرت في مهاجمة كل خلايا الجسم وعضاء الجسم لكان الأمر أهون ولكن الإشكالية الخطيرة التي تواجه هذا المرض أنه يأبى إلا أن يهاجم كل خلية من خلايا الجسم فإن تركته وشأنه استشرى في الجسد كله حتى حوله حطاماً وكذلك الفساد الفساد المعنوي والفساد الأخلاقي والفساد القيمي لا يقبل أن يبقى في دائرة ضيقة مغلقة يأبى إلا أن يستشري ويستفحل ويمتد إلى كل زاوية من زوايا المجتمع وإلى كل ركن في أركان الأسرة والمنزل والبيت وكل المؤسسات وكل العالم ولن يسلم من شره أحد إلا أولئك الذين يدركون تماماً من خلال قيم القرآن وتدبر معاني أن النجاة كل النجاة في النهي عن كل أشكال الفساد في الأرض ومحاصرتها والتضييق عليها والأخذ بخناقها لأجل أن تبقى منحصرة في تلك الدائرة التي يبقى وينبغي أن تبقى منحصرة فيه تدبر في عظمة القرآن قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم لماذا يذكر في آية واحدة بالإيمان قلنا المرة السابقة الإيمان أهد وأقد بينك وبين الله وليس مجرد شهادة ولا كلمة على عظمتها لا إله إلا الله أعظم ما يقال ولكن من أظمة هذه الشهادة أن تحولها واقعاً وسلوكاً وخلقاً وعملاً ونهياً عن الفساد في الأرض وواحدة من أعظم أشكال دفاعك عن الحق وإصلاحك ونهيك عن الفساد في الأرض أن تتمسك وتثبت على قيمك ومبادئك قد يكلفك ذلك الكثير نعم ولكن لا بد في النهاية أن يصح الصحيح كما يقال وأن يبقى للحق أناس يدافعون عنه بأنفسهم وأرواحهم وقلوبهم وعقولهم وأموالهم وأفكارهم تقول لي لماذا؟ بل حكمة أقول لك الحكمة حتى يدرك بقية البشر والعالم أن هذا باطل وهذا فساد وهذا خطأ وهذا شذوذ وهذا انحراف وإلا فقل لي بالله عليك كيف سيعلم الناس أن ذلك فساداً حين يسكت الجميع ويصمت الجميع بل قد يمتد الأمر ليصفق الأصحاء لما يفعله المرضى والمنحرفون والشواد تخيل إلى أي درجة؟ سيأتي زمان على الناس وهو موجود الآن أن يصفق الأصحاء العقلاء الحكماء الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن ما يحدث فساد وشذوذ ومرض وانحراف وأن هؤلاء على سبيل المثال من الشاذين ينبغي أن يرسل بهم إلى مراكز للتأهيل والعلاج ورغم كل ذلك يقفون يدافعون عن شذوذهم بكل جرأة وقباحة وقبح والناس تصفق لهم وترفع لهم الشعارات والأعلام وتدافع عن حقوقهم فقل لي بالله عليك إن لم يتصدى لهذا الفساد والانحراف أناس باعوا حياتهم وأموالهم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فمن ذيا يكون تدبر معي في الصلة والتناسب والاتساق بين مفردات الكلمات إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أنتم ما أخرجتكم الأموال أنتم ما أخرجتكم مطالب دنيوية تدبر معي في القرآن كيف يصحح كل مواقف الإنسان وقرارات الإنسان التي يتخذها فردا أو مجتمعا أو أم أنت حين تخرج من مكان وتهجر مكانا لك وعليك أن تتساءل قبل أن تخرج أنا ماذا أخرجني؟ أنا ما الذي يخرجني؟ أنا لماذا أخرج؟ حتى لو أنهم أجبروك على الخروج تدبر معي في قمة الموقف وعظمة الموقف على فكرة هذا شكل من أشكال الامتحان هؤلاء الضعفاء هؤلاء البسطاء هؤلاء الذين كان البعض منهم عبيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون الأوائل البعض منهم كانوا عبيد لا يملكون حتى سك حريتهم ولكن الحرية ليست سكا ولا تباع ولا تعطى ولا تمنح بسكوك مكتوبة ولكنها تمنح من رب العز الذي خلق الناس أحرارا وأمرهم بأن يحافظوا على تلك الحرية ويقوموا بصيانتها والدفاع عنها أيما دفاع تتساءل كيف يخرج بلال وغير بلال من الصحابة من المسلمين الأوائل كيف خرجوا كيف استطعوا أن يتعالى فكرة هذا شكل من أشكال الامتحان حين لم يجدوا مساحة يمارسوا فيها حرية التعبد حرية الإيمان وحرية نشر هذه القيم القرآنية السامقة وحاصرهم أهل الباطل وضيقوا عليهم الخناق وأطبقوا عليهم الدائرة ماذا يفعلون؟ أخرجوهم من الديار ولذلك جاء باللفظة وهي مقصودة لذاتها يخرجون ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قالها صراحة حين غادر مكة لو أن أهلك ما أخرجوني منك ما خرجت أخرجوه تدبر معي في الثبات ثبات عن قيم والمبادئ والمثل وعدم المتاجرة بها وعدم الخضوع لأهل الباطل بمعنى آخر واحدة من أعظم أشكال الامتحان أنك يا صاحب الحق لا تقدم تنازل ولا تخضع لأهل الباطل بحكمة وسلمية تماما ولكن إياك في يوم من الأيام أن تشهد شهادة زور تلقى بها الله سبحانه وتعالى يوم اللقاء كيف تشهد شهادة زور تصفق للباطل وتسكت عن الحق فلا تؤيده وتنصره إن هي واحدة من اثنين إما أنك توالي الحق وأصحاب الحق وإما أنك توالي أصحاب الباطل والباطل فمن أي الفريقين أنت قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الآن نفهم معنى الكلمة ولماذا هذه المفردات العظيمة جاءت في أول آية في سورة الممتحنة خرجتم جهادا في سبيلي والسبيل كما نعلم طريق الميسر القرآن يذكر الطريق ويذكر السبيل ويذكر القصد ويذكر الصراط فلماذا سبيلي وكثير في مواضع القرآن ينسب السبيل إلى ذاته جل جان تعظيما لأمره سبيلي أنت ما خرجت لسبيل شيء أنت ما خرجت لسبيل الدنيا لأن سبل الدنيا مهما عظمت في عين البشر ولكنها في النهاية دنيا أما حين يكون السبيل سبيل الله فأنعم به من سبيل خرجتم جهادا في سبيل يتدبر في لفظة مفردة الجهاد هنا لماذا؟ لأن الجهاد يعني أنك تبذل كل ما في وسعك وطاقتك أنت خرجت وقد بذلت كل ما في وسعك أنت خرجت وقد فعلت ونجحت في الاختبار بأنك بذلت كل ما في وسعك يجد أي شيء في سبيلي على فكرة واحدة من أعظم الأسئلة التي نمر بها في مواقف حياتنا المختلفة في سبيلي كلمة في سبيلي في سبيل الله بمعنى آخر أنت حين تصبر وترى أن الصبر والصمت والسكوت في أي موقف من المواقف أنت تقدر الموقف هو الأسلم هو الأكمل هو الأعظم في سبيل الحفاظ على كيانك الأسري في سبيل حفاظك على علاقة زوجية في أي سبيل بحسب الحكمة للقرآن يريد منك أن تكون حكيما في تقدير المواقف يترى أنت تسكت وتصبر لأجل أي شيء اجعل الصبر والسكوت في سبيل الله تدبر معي واحدة من أعظم مفاتيح الإجابات في الأسئلة أسئلة الامتحان في سبيل أن يكون خروجك في سبيل الله ودخولك في سبيل الله وكلامك في سبيل الله وصمتك في سبيل الله ودفاعك في سبيل الله وحمايتك في سبيل الله وابتغاءك للرزق في سبيل الله وعملك في مؤسسات في سبيل الله وظهورك إن اقتضى الأمر في الإعلان في سبيل الله وكل ما تفعل وكل ما تنشر وكل ما تكتب وكل ما تقول وكل ما لا تقول في سبيل الله وعلى فكرة هذه واحدة من أعظم التحديات لماذا؟ لأنك في الحياة ستتعرض لمواقف وتحديات قد تجعل أن ما تقدم وما تقوم به يكون في سبيل دنيا تجري وراءها فإياك وذاك فذاك عين الفشل وعين السقوط فقم من عثرتك وانهض من كبوتك وعلم أن كل السبو الباطلة إلا سبيل الله قال جهادا في سبيلي تدبر معي في المفردة التي بعده قال وابتغاء مرضاتي يا لها من مقاصد عظيمة وتدبر معي في دقة المفردة الابتغاء في كتاب الله ليس هو الطلب أبدا هو الاجتهاد والحرص الشديد مع الرغبة في ذلك الطلب الذي تطلبه والاشتداد في السعي للحصول عليه والوصول إليه تأمل كيف القرآن يرسم الموقف والانفعال بالكلمة وبالمفرد القرآني ولذلك ربي جل شأنه في آية أخرى يقول وابتغوا إليه الوسيلة بمعنى الحرص الشديد والرغبة الشديدة وأن تذهب نفسك حسر حسر وحسرات على شيء لم تبلغه في أي شيء مرضات الله وابتغاء مرضاتي جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لماذا جمع بينهما في آية واحدة؟ الجهاد في سبيله هو العمل عمل الجوارح وكذلك يصاحبه جهاد القلب بتصحيح النية وجعل الصدق رائدا لك في كل حركة وسكن من حركات حياتك وابتغاء مرضاتي عمل قلبي لأن أنت تسعى وتحرص وتطلب وتفعل كل ما بوسعك من الذي يعلم أنه ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء شيء آخر من مرضات الناس أو منصب أو جاه أو تنافس على الدنيا كما يتنافسها الخلق الله الذي يعلمها فجمع بين عمل الجوارح وعمل القلوب هي ما جمع يا لها من كلمة عظيمة هذه واحدة من أعظم الأسئلة في الامتحانات تدبر معي أنت ترى على سبيل المثال كثير من الفاسدين كثير من أصحاب الباطل كثير من دعاة الباطل يجتهدون اجتهادا مضنيا يعملون ليلة نهار عملا متواصلا لأجل نشر باطل كل ما بوسعهم بل أكثر مما في وسعهم لا يتركون بابا إلا ويطرقون وأنت تتساءل ما كل هذا الاجتهاد في طلب ما يريدون ما الذي يصحح هذا العمل وهذا السعي وهذا الاجتهاد أن يكون ما تعمل ابتغاء مرضات الله وليس ابتغاء مرضات الشيطان ولا ابتغاء مرضات عداء الله ولا ابتغاء إيش آخر من عروض الدنيا المختلفة ابتغاء مرضاتي تدبر معي في التحدي الآن السؤال الذي يطرح علي وعليك في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل موقف وفي كل دقيقة هل فعلا نحن نبتغي مرضات الله فيما نقول فيما نعمل فيما ننشر حين نذهب إلى أعمالنا حين نزور أصدقائنا حين نصل أقاربنا حين نقدم نصيحة غالية لأحد حين تعلو وترتفع أصواتنا وتطالب بشيء وحين نسكت ونصمت هل نبتغي مرضات الله الإجابة واضحة أعظم ما يبتغى هو مرضات الله سبحانه وتعالى هذا ليس أي شيء أن تبتغي مرضات الله فيما تقول وفيما تعمل هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة النفس ابتليت افرض أن الإنسان يبتلى يبتلى في نفسه في صحته في أشياء مختلفة في بعض الناس يصبر ولكن يصبر لأسباب متعددة الأسباب مختلفة يصبر لأن ليس لديه إلا الصبر يصبر لأجل أبنائه يصبر تعددت الأسباب ولكن الذي يصبر ابتغاء مرضات الله أولئك هم المفلحون فإذا قمت بعمل لا تطلب على ذلك العمل أجرا إلا أعلى الأجور وعلى الأجور ما كان ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضاتي هذه ليست جملة اعتراضية في الآية لا هذه جملة أساسية هذه في بنية الجملة وتركيبها تدبر معي في هذا المعنى قد يقول لك البعض فيه الإعراب لا هذه ليست في القرآن ليس في جملة اعتراضية فيه جملة وفيه كلمة وفيه مفردة أراد الحق سبحانه أن تكون في هذا الموضع لتؤسس وتكمل مع باقي المعنى قال تسرون إليهم بالمودة الآن اتذكر الإنسان لأن هذا فيها تذكير إيقاظ للنفوس إنسان يضعف وقلنا نحن في حالات الضعف أمام احتياجات أسرة أمام احتياجات الأولاد أمام تكاليف الأزواج أمام الحياة أمام التحديات قد نضعف ما الذي يجعلنا ننهض من ضعفنا ما الذي يجعلنا نستدرك هذه النقطة خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تذكير الآن تبدو للصورة واضحة تسرون إليهم بالمودة لماذا جاء الإسرار بالمودة مع الابتغاء مرضاتي لأن ابتغاء ما يرضي الله سبحانه وتعالى عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الذي يعلم السر وأخفى لا يستطيع أن يدعي قد يدعيه كثيرون قد يخطب وينادي به كثيرون ويقول له أنا ما أخرجني إلا رضا الله ما دفعني إلى عمل هذا العمل النبيل وبناء ذلك الصرح العظيم إلا ابتغاء مرضات الله من الذي يشهد ويعلم أنه ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء مرضات شيء آخر أو أحد آخر الله فجاء بما يناسبها إذا كنت فعلا تبتغي مرضات الله فالقرآن وابتغاء مرضات الله لا يقبل لك بأن تعيش حالة من الاززواجية والنفاق تسرون إليهم بالمودة طيب هو لماذا جاء بالإسرار بالمودة آآ لأنه في بعض الأحيان وخاصة في بدايات عملية اتخاذ الأعداء أولياء الفرد أو المجتمع حتى يكون ما زال في مرحلة تأرجح ما زال في مرحلة لا يجرؤ فيها على أن يجهر بموالاته لأعداء الله المرحلة ما زالت صعبة طيب ماذا يفعل ما زالت تتقادفه المصالح مر يغلب مصلحة موهومة عاجلة دنيوية ويظن أن المصلحة وعين المصلحة في موالات أعداء الله وتارة أخرى يعيده شيء آخر وهكذا يبقى متجاذبا متصارعا في نفسه وداخله هذه المرحلة عبر عنها القرآن بالمفردة والكلمة قال تسرون إليهم بالمودة يا لها من كلمة عظيمة بمعنى آخر قطع القرآن على كل المؤمنين جميع الوسائل والأساليب التي يمكن أن تكون وتصد في موالات أعداء الله كلها سرا وعلانية وذكرنا في المرة السابقة ونذكر المودة ليست شعور قلبي المودة أعمال المودة والتودة التصرفات وسلوكات أنت تتودد لهذا العدو الذي هو عدو لله ممكن برسالة ممكن بتشجيع ممكن باتصال ممكن بأي شكل من الأشكال ممكن بالسكوت والصمت على عدوانه وظلمه وبغيه فالمرحلة الأولية تسرون إليهم بالمودة فالقرآن قطعها وحرمها وجعل الإسرار بالمودة في حكم النهي عنها والزجر عنها كالإعلان طب لماذا إذا سرا ما المسألة ممكن تمشيت حال تمشيت مصالح الدنيا أبدا تدبر في عظمة القرآن حين يجعل من الإنسان الفرد والمجتمع والأم التي تؤمن بقيمه ومبادئه وآياته لا تعيش إي شكل من حالات الإززواجية والنفاق وقل لي بالله عليك من هذا الذي يقبل على النفاق والإززواج الضعيف الضعيف خائر القوة الذي لا يملك قرار نفسه فنهى عنها جملة وتفصيلا تسرون إليهم بالمودة لا يجتمع الإيمان والإسرار بالمودة ولا يجتمع ابتغاء مرضات الله والإسرار بالمودة لعدو الله تدبر معي في القرآن كيف يقدم الامتحان قال وأنا أعلم بما أخفيتم وأعلنت وما أعلنتم وقدم الإخفاء على الإعلام تدبر في قمة اختيار المفردة الإسرار هو عمل الفرد وما أخفيتم في القلوب لأنك أنت تخفي شيئا فعلت تخفي شعورا أضمرت تخفي إحساسا هذا العمل والله جل شأنه يقول وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تدبر معي في الجمع في كلمة وجملة واحدة وآية واحدة بين الإسرار والإخفاء وتفرقة القرآن بينهما والنتيجة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم لماذا جاء هنا بالإخفاء والإعلان لأن موالاة الأعداء أعداء الله جل شأنه تتخذ مراحل عديدة واحدة من تلك المراحل الإخفاء تغليب للمصلحة وواحدة من تلك المراحل الإعلان وهي أعلاها وأفصحها وأظهرها فتدبر معي في القرآن كيف عالجه قال وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم بمعنى آخر يا مؤمن يا من آمنت بالله يا من اتخذت الإيمان منهج حياة وسلوك وعمل أنت تخادع من تخادع من تدبر في القرآن كيف يؤسس جهاز مراقبة ذاتي للإنسان يا لعظمة القرآن وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أنت تستطيع أن تتحايل على إشارة ضوئية تستطيع أن تتحايل على أشكال مختلفة من القوانين التشريعية الوضعية التي يصنعها البشر وإن كان ذلك أمر غير مقبول ولكنك هل تستطيع أن تتحايل على حكم الله جل الشأن الذي يعلم ما أخفيت وما أعلنت طب إذا هو كان يعلم ما أخفينا وما علينا الضغات التمويه ولكن أعلم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يواجهنا بأنفسنا ولذلك القرآن العظيم لا يقبل بالخداء لا يقبل بالمكر لا يقبل بالغش لا يقبل بالنفاق لا يقبل بالازدواجي يقبل يقبل منك أن تكون صادقا في كل المواقف وكل الظروف تدبر معي في عظمة القرآن كيف يبني ويؤسس يبني الصدق في النفوس في النوايا في القلوب يبني القدرة على المواجه طب تقول لي وقد يقول قائل المسلمون في تلك الفترة التي نزلت في هذه الآيات المباركة ما كانوا على مجال من القوة القرآن لا يربط بين هذه القيم وبين القوة والضعف والغنى والفقر يريد منك أن تبقى قويا صادقا ولو كنت في أضعف وأصعب الظروف ولو كنت في أقل الظروف تواضعا من الناحية المادية فقرك لا يبرر نفاقك ولا يبرر الإزدواجية في مواقفك وغناك وقوتك لا تبرر بطشك ولا تبرر ظلمك ولا تبرر اعتداءك على الآخرين يعني عظمة القرآن حين يجعل من الإنسان إنسان مرتاح البال لا يعيش حياة مزدوجة يمارس فيها النفاق على أعلى المستويات نحن واحدة من أعظم الإشكاليات التي نواجهها اليوم إشكالية الازدواجية تقول شيئا وأنت في داخلك تضمر شيئا تريد شيئا وتقول شيئا تشعر بشيء وتقول بخلاف ما تشعر به حتى أن هذه الأشكال من الإزدواجيات التي يسميها البعض الدبلوماسية خنقتنا خنقتنا في بيوتنا وخنقتنا في مؤسساتنا وخنقتنا حتى في داخلنا القرآن يريد أن يصنع الإنسان الشجاع الصادق الوفي لما يؤمن به ويعتقده في قلبه تدبر معي في الجزاء قال ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل مرة أخرى تدبر معي كيف القرآن يقدم جزاء جزاء ما هو الجزاء هل هذا الجزاء فقط أخروي ظل سواء السبيل في الدنيا طيب لماذا القرآن يقول ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل تدبر في القرآن سواء السبيل هو الطريق الوسط جادة الطريق طريق الصح والطريق الصح والصواب كل واحد منا في طريق الحياة يريد هذه بغيته يريد الطريق الصح أليس كذلك أنت في الامتحان تريد أن تجيب الإجابة الصح أنت في تقدير المواقف والاختيارات في حياتك والقرارات تريد القرار الصح أنت في كل موقف تريد أفضل وأحسن وأصح القرارات أليس كذلك جعل الاززواجية والنفاق وموالاة عداء الله جعلها كلها أسبابا للوقوع والدمغ بعقوبة دنيوية ظل سواء السبيل وظل طبعا نحن نعلم جيدا بالكلمة بالمفردة الظلال شيء أقرب ما يكون كتصوير للموقف لإنسان يريد الطريق الصح الذي يوصله إلى غايته وإذا به قد ظل ما عاد يهتدي أمامه سبل متعددة مختلفة طرق كثيرة لا يعرف كالمتاهة لا يعرف أين يذهب بل هي متاهة حقيقية هل يذهب هنا أم يأخذ هذا الطريق أم يأخذ ذاك أم أين يذهب قال ظل سواء السبيل ومن ظل سواء السبيل هل نتوخى من إنسان أو مجتمع أو أمة أو شعب ظل سواء السبيل هل نتوقع أو نتوخى منه نجاحا أو فوزا أو تقدما أو تنمية أو اقتصادا قويا أو بناء لأمن أو استقرار لا يمكن إنسان يتخبط طيب هو قد يدعي بأن لديه خارطة طريق ولديه تخطيط وخطة خمسية وخطة عشرية لا ينفع ظل سواء السبيل حكم القرآن رب العز جل شأنه الخبير العليم قال فقط ظل سواء السبيل هذا فيه وعيد هذا ليس مجرد إقرار لطبيعة وتقرير لحقيقة مفادها أن من يتخذ أعداء الله أولياء فهذا سيكون عاقبتك لا 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 هذا تقرير حال هذا فيه وعيد تقرير حال بمعنى آخر أنت حين تتولى من عاد الله ورسوله اعلم أنك ظللت سواء السبيل في كل شيء في حياتك في اجتماعك في أسرتك في حياتك الخاصة في حياتك العملية في اقتصادك في كل شيء ظل سواء السبيل يا لها من عقوبة دامغة بعض الناس لا يعرف يعتقد أن العقوبات فقط في الآخر فيسوف ويقول الآن دعنا نكون في الدنيا ونمشي أمورنا في الدنيا ثم في الآخرة بإذن الله نتوب قبل الموت وكأنه قضى من ذاك الذي يتألى على الله قال فقد ظل سواء السبيل وأنا وأنت حين ننظر في حال البشرية اليوم فنرى بالفعل ظلالا عن سواء السبيل تعددت صوره تنوعت أشكاله والنتيجة واحد ظل سواء السبيل تأتي على سبيل المثال حتى ما يتعلق بالحفاظ على البيئة تنظر إلى سياسات وتصرفات كثير من المجتمعات والناس وكأنهم يريدون أن يخربوا هذه الأرض على رؤوس ساكنيها تلوثا وإفسادا وإمعانا في الفساد وفي التلوث بكل الأشكال والصور ماذا تقول عن هؤلاء إلا أنهم ظل سواء السبيل تأتي على مختلف الأشكال فتجد هذه الكلمة المعبرة والجزء من الآية في كتاب الله جل شأن معبرة أيما تعبير عن وصف حال حال مجتمعات وأفراد ظل سواء السبيل بعض الناس تراه يمع في تخريب بيته وهدم أسرته وكيانه ومجتمعه هذا ماذا تقول عنه إلا أنه ظل سواء السبيل ونضرب لك مثال لمن يأتي أي جهاز إعلامي بمسلسلات وفيديوهات وعروض مختلفة من هنا ومن هناك كلها تغري بالفساد والانحرافات كلها تزين طريق الفاحش وتبرره وتسوغه وتجعله مبررا مستساغا مقبولا عند شريحة كبيرة من شرائح المجتمع ويطلق على الفواحش ويسميه والعياذ بالله حبا كلمة الحب كلمة جميلة نظيفة طاهرة عفيفة يفترض فيها أن تكون بدليل أنها موجودة في كتاب الله جل شأنه يحبهم ويحبون وإذا بها تأخذ من هذه السياقات العفيفة النظيفة الطاهرة لتوضع في سياقات الفساد والانحراف والشذوذ وتلبس لبوسا ليس لها ولا بها وتقدم للناس على أنها فنون وإبداع فهذا ماذا تسميه؟ ألا تسميه ضل سواء السبيل؟ هل هناك ضلال عن سواء السبيل أكثر من هذا؟ لو إنسان بالحرف وبالمعنى الحرفي للكلمة أمسك بمعول هدم وبات يحطم ويكسر في بيت هو يسكن والناس تنظر إليه ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ مجنون؟ أكثر من مجنون والله لحال بعض المؤسسات الإعلامية فيما تنشره من فساد وانحراف وشذوذ أسوأ من حال هذا الذي وصفناه يمسك بمعول هدم ويكسر غرف بيته ومنزله وجدرانه ليبقى بلا بيت ولا جدران ولا سقف يحميه يبقى هكذا في العراء تتقاذفه وتتصارع فيه الأهواء أليس هذا ظل سواء السبيل؟ عندما تسلم شؤون حياتك لأناس أعداء الله ونحن قلنا ونقول دوما لأن هذه الآيات كلها تقول هذا العداوة هنا خطوات عملية بمعنى آخر مخالفة صريحة لمنهج الله في الأرض الله يقول ولا تقرب الزنة وهذا الذي سمي وأطلق عليه القرآن عدوي يأبى إلا أن تكون العلاقات بين الرجال والنساء قائمة على محض الفساد والانحراف والشدود والزنة والعياذ بالله والفواحش وتأتي أنت وتسلم أمورك في أيدي هؤلاء على اعتبار أنهم خبراء ماهرين في عملهم وماهرين في ما يقومون به وتسبغ عليهم عشرات الأوصاف التي ليسوا لها بأهل أليس هذا ظلال لسواء السبيل وتتساءل كيف وبأي منطق يقدم الإنسان على مثل ذلك بمنطق فقد ظل سواء السبيل نسأل الله سبحانه أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته